بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله رح نعرف لكم بعض العينات التي درستها في السابق في مكتبري مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات العينات الموجودة طبعا مختبري كبير جدا كلا عن الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة طبعا قمت بدراسة ميكروبات كثيرة جدا في فترة السابقة طبعا قضيت أخرى أدرس الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة والأحياء العامة النباسات والميكروبات وعلم الأمراض وهذه أحد العينات التي اشتغلت عليها كما تلاحظون والأحياء الميكروبات يحتاج وقت جدا وصبر ومجاهر معينة غالية ومكلفة وأتمنى أنكم استفدتوا من هذا الموضوع وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ورح أعرض لكم بعض العينات التي درستها أيضا في الماضي في مختبري ويعني موضوع كبير جدا معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في مقطع آخر شكرا شكرا شكرا